بيئة الجزء الآخر من أعضاء الحس وهو الأذن كثير مننا بيعاني من مشاكل في الأذن بيعاني من إنه إذا سمع ضجيج كثير بيسيبه زي حساسية في منكم كذلك يكون في عنده التهاب بالأذن الوسطى بيسيبه عدم توازن أو دوخة مثلا في منكم بيسيبه حكة بالأذن في منكم كذلك ما بيعرف يميز الأصوات بعضها عن بعض في منكم لو يسمع أي خبطة صغيرة بتكون بالنسبة له إزعاج الآن بدي أعرف بالنسبة لعضو الأذن أول نقطة رح يتعرف عليها يميز اللي هي أين يتم تجمع الموجات الصوتية وتضخيمها الآن أنا متواجد في مكان وصار في ضجة وتخبيط أو صوت عالي أو شجار بين اثنين مثلا أو حد يشغل مثلا غاني بصوت حالي يا ترى من الجزء اللي في الموجود اللي رح يجمع لي هاي الأصوات وضخم لي إياها اللي هو في أجزاء محددة من الأذن إذن أنا في عندي يمس أجزاء محددة في الأذن تعمل على تجميع هذه الووجات الصوتية وضخم لي إياها الضخم لي إياها يعني أنها توضح لي إياها الصوت وتعطني إياها بشكل مرتفع حتى أقوم بتمييزها الآن السؤال اللي بعده مما تتركب الأذن يعني حكيلي شو أجزاء الأذن أو شو تركيب الأذن أول شيء اللي هو الأذن الخارجية من بره أنا رح أبلش لما أحكي عن تركيب الأذن ما ببلش من جوه ببلش من بره بعد هيك طبعا أدخل في تركيب الأذن جزء جزء أول شيء من الخارج في عندي الأذن الخارجية من اسمها خارجية يعني من الخارج لما أدخل لجوه وصلت عند الوسط إذن اسمها الأذن الوسطى وهي الجزء الثاني هلأ لما أجي عندي الجزء الثالث اللي هي الأذن الداخلية أنا الآن وصلت لجوه جوه وبالتالي وصلت إلى الأذن من الداخل لذلك سميت بالأذن الداخلية كل وحدة فيهم لها تراكيب محددة كل وحدة فيهم يمس لها وظيفة محددة تختلف عن الأخرى مما تتركب كل مما يلي هلأ في عندي الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية أنا شو طالبك هون بالسؤال طالبك احكي لي عن تركيبهم احكي لي عن مكوناتهم من ايش يتكونوا هلأ الأذن الخارجية من برة طلع انت على أذنك ايش يتكون في عندي الصيوان هاي اول واحد اثنين القناة السمعية اذا الصيوان والقناة السمعية يعتبروا ضمن اي تركيب الأذن الخارجية هاي ركز عليها يعني حدا يكتب لي القناة السمعية أو الصيوان ضمن الأذن الوسطى أو الداخلية تعتبر اجابته كثير خطأ الآن ننتقل للأذن الوسطى الآن انت معاي يمسك ورقة وقلم وبلش اكتب وحدة وحدة فيهم وراجع لحالك واكتب اجاباتهم اكتب مما يتركب كل واحدة فيهم الآن الأذن الوسطى اكتب لي الأذن الوسطى والآن نبلش نكتب بالتراكيب غشاء الطبلة وهو أول جزء أنا بفضل دايما وأبدا تحفظ بالترتيب عشان كمان شوي لما نبلش نحط الأجزاء على الرسمة ما رح تتخربط أبدا اللي يجي يحفظ لي من السندان بعدين مطرقة بعدين غشاء طبلة إلا ما يتخربط ليش؟ لأنه احتمال المسجيب لك نفس رسمة الأذن وبتحكي لك اكتب لي الأجزاء لما أنت تبلش تحفظ فيها هيك بالترتيب أنت مية في المية رح تكتب الأجزاء طبعا بشكل مرتب على الرسمة